من أعلى نشر إلى تفاصيلها والبداية من تكريت أهلا بكم إذ صادق محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب على تصميم الأساسي لتوسيعة عدد من مدن المحافظة وشملت بلديات أقضية الدوجيل والشرقات والطوز وأناحية الإسحاق لاستحداث أراضي جديدة لمختلف الاستخدامات كما صادق على تصميم القطاعي الجديد لقضاء السامراء موضحا أنه يعمل على معالجة مشاكل التجمعات العشوائية من خلال تطبيق الحلول العلمية المنصفة والفعالة والمستدامة فضلا عن تعزيز قدرات السلطات المحلية والمركزية لتطبيق آليات تخفف من الزحف الحضري غير المنضبط وقال المحافظ إن خطة توسيعة عدد من بلديات المحافظة جاءت من أجل إعادة النظر في التصميم العمراني بعد زيادة النسب السكانية مضيفا أن التوسيع سيعمل على إدخال مناطق وأراضي جديدة ضمن حدود البلدية والمدن